نحو 55 مليون طن من المخلفات الحربية وأنقاض البنى التحتية لا تزال منتشرة على أراضي المحافظات المنكوبة شمال وغربي العراق وفقا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم يعكس حجم الضرر الذي تكبدته محافظات نينوى والأنبار والتأميم إبان ما عرف بعمليات التحرير الحكومية للمدن التي سيطر عليها تنظيم داعش واعتمادا على تحليل صور الأقمار الصناعية والتقييمات الميدانية التي أجرتها الأمم المتحدة فإن كمية الأنقاض الناجمة عن الحرب في الموصل وحدها بلغت أكثر من 11 مليون طن بينما وصلت نسبة التدمير في الرمادي مركز محافظة الأنبار إلى 80% من مساحة المدينة الكلية وبكمية أنقاض بلغت نحو 7 ملايين طن كما طال التدمير الواسع من جراء العمليات العسكرية مدن القائم وهيت وحديثة في المحافظة الحال نفسه بالنسبة لمحافظة التأميم التي شهدت تدمير أكثر من 135 قرية على الأقل وخلف ذلك نحو 6 ملايين طن من الأنقاض بحسب تقارير حكومية وجود هذا الكم من الأنقاض والمخلفات الحربية يقف على رأس قائمة طويلة من المشاكل التي تعيق عودة السكان النازحين إلى مناطقهم حيث تضم أنقاض الأبنية المتضررة من جراء الحرب عبوات ناسفة وألغاما لم تنفجر ومواد تلحق ضررا بالإنسان والحيوان والبيئة المحيطة على السواء بحسب تقديرات الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق 63 مدينة ونحو 2000 قرية تضررت نتيجة العمليات العسكرية منذ عام 2014 وبكلفة بلغت نحو 16 مليار دولار بحسب الجهاز المركزي للأحصاء أرقام تصف دمارا كبيرا ما زال يحرم أكثر من مليون نازح من العودة إلى مناطقهم إلى الآن بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بينما يشك المواطنون العائدون إلى مناطقهم من شظف العيش ومن مخاطر بقائهم في مناطقهم وفي مقابل ذلك يبقى ملف إعادة إعمار المحافظات المنكوبة رهينة للصراعات السياسية والفساد الحكومي الذي ما زال سكان تلك المحافظات يدفعون ثمنه